المستوى الفني اللي فرقتنا أفضل كتير لكن معطيات المباراة نفسها لا مباراة صعبة نتمنى فيها الفوز بغض النظر ما عليش برضو قبل ما نقف الموضوع المنتخب قبلها نلازم نقول إن المنتخب أو المسؤولين عن التحاد الكرام مع كل الاحترام اليوم صنعوا مشاكل كتيرة والمسؤولين عن المنتخب حاجات ملهاش أي لازمة خالص إنها تطرح يعني فيه مشاكل ملهاش لازمة عندك الحفلة كانت ممكن تتعامل في أي وقت تاني مع كل الاحترام والتقدير ينتم تأجيلها مش إلغاءها يعني بالضبط لا مش إلغاءها أولا هي هو مناسبة فوز محمد صلاح بالدورة في السنة اللي فاتت فكان ممكن جدا تتعامل بس نتطمن الأول يعني أنا دايما الأجواء الاحتفالية وكابتن هاني أكتر واحد عاش ده مع كابتن محمود الجوري وإحنا عشنا معاه اللي هو إن إحنا ما كانش بيحب الأجواء الاحتفالية خالص ليه؟ هو كله عنده تركيز يعني أنا فاكر كنا مسافرين مرة مع منتخب مصر أعتقد في ملاوي اللي هي ليلونجوي مدينة اسمها ليلونجوي في ملاوي وكان معاه كابتن محمود سعد أعرفش كان المنتخب الأول آه المنتخب الأول طبعا فمثلا كان معنا كابتن يا صورة منهم كمسؤول ممثل اتحاد الكرة أو رئيس الباس أو حاجة أثناء مثلا الغداء والفطار والعشاء بتاعنا بتاع الفرقة ما كانش الكابتن محمود يحب إن الصحفيين يعودوا قريبين من اللعبة الكابتن عصام فهم ده بصفته إنه عنده صفتين مسؤول عن البعثة وفي نفس الوقت صحفي كبير فهو جي قاعد معنا وقالينا جماعة أنا هابقى معاكو نقعد مع بعض في الوجبات بتاعيتنا هو نفسه تنازل عن إنه هو يقعد مع الفريق ليه بيوفر سألته بعد كده وسألت الكابتن جواري الله يرحمه فعرفت إنه هو ممكن يكون مثلا عامل أكل معين للعيبة والعيبة دي زودت أثناء الأكل لو قدامه صحفيين وقدامه ناس أغرابة عن المنتخب مش هيكله فويس مش هيعرف لا هو مش هيعرف يعقبهم يعني هو كابتن جواري كان بيحاول بقدر الإمكان يمكن النقطة اللي يكلم فيها أستاذ جمال إنه هو عليه مسؤولات دخلية كتبير جدا هو بقدر الإمكان المشاكل اللي بتحصل بره الفرقة بيحاول يمنحها بقدر الإمكان فيقول لك ممكن لا هو ممكن واحد صحفي لا هو حر مع اللعيبة بتاعته لكن ممكن الكابتن جواري زع مثلا هاني انت بتعمل كده دي أو هاني انت ما تكلش لا تكلش ماذا ينرز واحد صحفي اسمحها فهيكتبها طبعا بزي ما احنا شايفين النهاردة كل مركز علا كنت بمسدق يا كزكا يا أستاذ جمالتك طبعا الأخبار دي بس احنا برضو كمنا حريصين قوي مع كابتن جواري الحقيقة يعني لانه هو ما كانش بيبعدنا يعني هو بيقربنا بس النقطة معينة اللي هي النقطة اللي هو يستفيد بها كمدير فني زاكي جدا كان بيتعامل مع الإعلام على انه حلقة من الحلقات يعني يجي حتى يشرح بروجرام الاستعداد يقولك فيه إدارة وتدريب ومعسكرات وكذا وإعلام حلقة أساسية زي حلقات الأولمبية كده صحيح عارفة شعار المجنة الأولمبية متصلة ببعض حلقة أساسية متصلة اللي هي حلقة الإعلام بس الإعلام ده ياخد مني ايه يعني يعني هو اللي يحدد طبعا كمدير فني ما هو ما أقولك عشان كده هو زاكي جدا الله يرحمه ويعني نجح في وقت يمكن ما كانش فيه إمكانيات كتير وبتعلق الوائد صحيح وحضرك بتربط دوت يمكن بالمشاكل اللي حصلت للمنتخب من بره وتتكلم على الحفلة ثلاثة أيام قبل المباراة مهمة أعتقد ما كانش إذا كان فنان راح تصور مع العيبة برضو ده مش مطلوب آه وشروفنا برضو احنا بنتكلم على نفس مشاكلنا كابتن في روسيا هي هي يعني أنا بقول أنه أنا لقيت خبر نازل اتحاد الكرة يقرر منع الزيارات طبعا ده مفروض أصلا موجود ترجمة نانسي قنقر